اشتركوا في القناة في الصوت الهوائية احنا اشتغلنا على مدار حلقتين سابقتين وتكلمنا على الباب من كل النواحي يعني بدأنا بتعريف الخط الهوائي وازاي نحدد المصار اللي احنا نمشي فيه في الخط الهوائي بعدين اتكلمنا على المصار بتاعي ده لما يمشي هيمشي بواسطة اعمدة فبدأنا نتكلم على الاعمدة سواء من حيث الوظيفة زي اعمدة الزاوية والشد وهكذا او من حيث مادة الصنع زي مثلا الاعمدة اللي بتصنع من الخشب سميناها الاعمدة الخشبية وكمان الاعمدة الحديدية والاعمدة الخرصانية كان الملاحظ ان كل نوع فيهم فيه مميزات وعيوب يعني احنا تنونا التلات انواع من حيث المزايا ومن حيث العيوب ولكن في الاخر خلينا نقول ان احنا اخترنا افضل او اقل العيوب اللي هي كانت بتاعة الاعمدة الحديدية وبالتالي تقريبا دلوقتي شهرنا كله بقى بالاعمدة الحديدية طيب انتقلنا بعد كده بعد ما اتكلمنا على الابراج من حيث الوظيفة ومن حيث مادة الصنع بدأنا نتكلم على حاجة جديدة الى وهي الموصل نفسه الموصل بيصنع من ايه قلنا ان ممكن يكون الموصل معدن واحد بس زي الالمونيوم او النحاس او ممكن نعمل سبيكة بتتكون من معدنين بحيث ان هي تحمل خصائص بتاع الاثنين مثلا زي الكادميوم مثلا البرونزوفيسفوري نحاس مسلح بالفلاس بحاول ان انا اجمع ما بين خصائص كهربية وخصائص القوة والشد من معدن اخر واحطهم في معدن واحد بحيث ان انا في الاخر اخذ المواصفة اللي انا محتاجة تمام قلنا وتكلمنا كتير جدا وقلنا يا جماعة خلي بالكم ان لازم نكون فاهمين انت بتتكلم فين بالزبط احنا بتتكلم في كل تفصيلة صغيرة يعني لو احنا بصينا مع بعضينا هنلاقي هنا ان المكونات بتاعت المنظومة بتاعتنا كانت التلات حاجات الاعمدة او الابراج ورقم اتنين كانت المواصل ورقم تلاتة بالنسبة لي كانت مين اللي هي العوازن تكلمنا بقى على العوازن من حيث الوظيفة والفايدة بتاعت كل نوع ودي كانت من النقطة المهمة جدا اللي احنا كنا عايزين ناخد بنا منها وعايزين نرعيها ندخل بقى نفتيكر بسرعة ان احنا قلنا ان لو كان المواصل بتاعنا محتاجين ان احنا نعمله عملية ترخيم يعني ايه مصر عملية ترخيم مش هتقدر تخلي سلك بتاعك مشدود سيرف بمعنى ان البرج ده اللي موجود سواء الابراج بتاعت الضغط العالي اللي موجودة في الصحرة او حتى الخطوط العادية اللي بتنقل الكهرباء عندنا النوعين دول بالنسبة لي محتاج ان انا اوفر ليهم حاجة اسمها عملية ترخيم الفكرة بمنطها البساطة ان انا مش هقدر اخلي سلك بتاعي مشدود ما بين البرجي وبالتالي بيكون الهنا البديل بالنسبة لي هو ان انا بعمل حاجة اسمها ترخيم او ارتخاء للمواصل بتاعي واللي من خلالها بيكون السلك بتاعي نازل شوية بمسافة لكن الفكرة هنا مش بتبقى ان انت بتعمل الكلام ده برقم عشوائي لا احنا بنعمل حسابات بنراعي بعض الحاجات زي ارتفاع الابراج وزي الشد اللي بيتحميله المواصل نفسه زي وزن المواصل لكل متر وزي كمان المسافة اللي موجودة ما بين البرجين بناء على هذه البيانات احنا بنحدد احنا بنشتغل في الترخيم بتاعنا ازاي والعملية الحسابية هتتم هنا ازاي هم عندنا القانونين القانون الاولاني كان بيقول فيه ان دي بتساوي في الال تربية على تمانية في تي الالو اللي هو الوزن الال اللي هي المسافة اللي ما بين البرجين وتمانية ده رقم سابت في القانون والتيه مقدار الشد بالايه بالمواصل يهميني جدا لما نيجي نتعامل مع مسألة زي ما هنشوف كمان شوية كده ان احنا نراعي النقطة دي اللي هي ايه مصدر ان حضرتك دلوقتي وانت بتراعي انت لما المسافة بالمتر يبقى اه والوزن بالكيلو جرام يبقى بالنسبة لي يكون بالكيلو جرام لكل المتر ليه? لان الشد هيكون بالكيلو جرام والمسافة هتكون بالمتر والارتفاع يكون بالمتر اقصد اقول ان احنا نكتب المعطيات بتاعتنا بتاعت المسألة على اساسها احنا هنقدر نقول ان المسألة بتاعتنا نشتغل بالارقام مباشرة ولا فيها حاجة محتاجة ان هي نعمل لها عملية تحويل القوانين اللي احنا قلناها دلوقتي اللي هو القانون بتاعت دي او بتاعت ترخيم ولو انا عايز اجيب الخلوص او سي هقول ان هي الاتش نقص دي كانت بتتكلم على ابراج متساوية في الارتفاع تعالوا نشوف بقى لو كانت الابراج دي مختلفة في الارتفاع يعني ايه مختلفة وايه سبب اللي يخلي الابراج بتاعتي Eren عندي ادي البرجين بتاعي اهو ادي عنده البرج الاولاني اللي هو الاصير هسميه ايتش واحد عندي البرج الطويل هسميه ايتش اه اتنين ايه دي البرجين بتاعي لانا شغال عليهم عندي كمان المسافة ما بينهم كلها انا سميتها المسافة كلها اسمها ايه ايه دي ال ال بتاعتي خدت منها جزء اللي هو من اه البرج الصغير لحد نقطة الترخيم لدي هسميها ايكس بقي المسافة كلها تبقى L ناقص X يعني مثلاً سي لو أنا قلت إن المسافة ما بين البرجين 8 متر مثلاً وطلعت الـ X ب2 يبقى أنا أقول هنا إن المسافة من نقطة الترخيم للبرج الكبير هتبقى كام 8 ناقص 2 تساوي 6 متر طيب هنا بقى مش عندي قانون زي كانت لما كانت الأبراج متساوية في الارتفاع لا أنا هنا عندي أكتر من قانون يعني مثلاً على سبيل المثال مبدئياً كده لازم أكون عارف الـ H اللي هي بتمثل بالنسبة لي الفرق في الارتفاع ما بين البرجين ودي دايماً بتساوي البرج الكبير ناقص البرج الصغير يعني الـ H2 ناقص الـ H1 جبنا الـ H وإحنا عندنا باقي البيانات فاجي هنا رايح مباشرة نجيب مين جايب الـ X وهنا الـ X بتساوي الـ L على 2 يعني يقصد يقول نص المسافة ناقص الـ T اللي هو الشد في المواصلات في الـ H اللي هو الارتفاع أو الفرق في الارتفاع اللي احنا لسه حاسبينه من شوية على الـ WC في الـ L الـ W دا الوزن وبأكد ان الوزن بتاعنا هنا بيكون بالكيلو جرام لكل متر طيب الـ L اللي هي مين اللي هي المسافة بتاعتي من القانون دا من قانون الـ X حضرات هتلاقوا ان احنا هنجيب البعد ما بين البرج الصغير وما بين نقطة الترخيم ودي نقطة مهمة جداً عايزين ناخد بنا منها ونرعيه طيب ايه كمان بقى جبت الـ X وانت معاك الـ H تمام هنجيب الترخيم هنا بس هنا هيكون كلامي محدد يعني انا هنا هقول له انا عايز احسب D1 شمعنا D1 اللي هو الترخيم هنسيبه للبرج الصغير هو ينفع ننسيبه للبرج الكبير اوه هيبقى اسمه D2 وفي الحالة دي هغير المسافة اللي فوق دي بدل X هتبقى L ناقص X لكن خلينا هنا نقول ان احنا هنحسب على D1 اللي هو الترخيم منسوب للبرج الصغير هيساوي الوزن اللي هو الـ WC مضروب في الـ X تربيع اللي هي مربع المسافة ما بين البرج الصغير وما بين نقطة الترخيم على 2 في T لو نركز هلأ ان احنا عندنا اختلافين الاختلاف الاولاني ان في الابراج المتساوية كانت المسافة هنا L تربيع لكن هنا هنسميها X تربيع رقم 2 ان هناك كان فيه 8 8 في T لا هنا بقول 2 في T اذا هنا دي كلها حاجات عشان تقولي ان انا هحسب منها خلالها مقدار الترخيم بتاعي اخر حاجة بنحسبها الخلوص والخلوص هنا بنقول انه هيكون عبارة عن H1 ناقص D1 يقصد يقول هنا يا حضرات بH1 وD1 ان هو بيقول ارتفاع البرج الصغير ناقص الترخيم اللي انا لسه حاسبه منسوبا الى البرج الصغير يبقى احنا من خلال الكلام ده قدرنا نحسب القيم بتاعتنا او نقدر نحسب القيم بتاعتنا بس بأكد على حضراتكو ان الفايصل هنا ان المسائل اللي يجيلي سواء في الامتحان او في الواجب عندنا في الكتاب المدرسي هتبقى مبنية على اننا اطلع البيانات وابدأ اشوف القوانين اللي هتتناسب مع هذه البيانات مبدئيا كده عشان نكون متفقين لازم ان تحدد هو انت بتتكلم على مسألة في الابراج المتساوية ولا مختلفة في الارتفاع كل نوع منهم ليه القوانين الخاصة به طيب بالنسبة للقوانين بتاعت المختلفة في الارتفاع هما كان قانون اربع قوانين مرة بجيب الـ H وبعدين الـ X بعد كده الـ D1 وبعد كده الـ C هما عاملين زي السلسلة يعني مرتبطين ببعض زي درجات السلم بالظبط يعني لازم اجيب الـ H او تكون معايا عشان من خلالها هعود بها في القانون بتاع الـ X والـ X لازم انتكون معايا او انا احسبها علشان هاجيبها وحطها في القانون بتاع الترخيم اللي هو بتاع الـ D1 وانا ما اقدرش اجيب الخلوص اللي هي الـ C ايه اللي لما يكون معايا الـ D يبقى نفس الترتيب اللي انا قلتها لحضراتكم هي اللي انا حطها في المسألة بتاعتنا وهنشتغل عليها عشان نقدر نحصل على القيم بتاعتنا تعالوا بقى النهاردة نشوف مع بعضينا حاجة جديدة الهوة هي الخواص الخطوط الهوائية وعايزين نعرف منك النهاردة ايه حكاية الخواص بتاعت الخطوط الخط الهوائي اللي موجود عندي دلوقتي ده ليه بعض الخصائص او الخواص حاجة زي مثلا التصرب السطحي والتصرب الحجمي وجهد الانهار هنعرف كل واحد تعريفه ايه وكمان هنقدر نقول من خلاله احنا هنتعامل معاه ازاي هنبدأ بالتصرب السطحي بنقول انه حدوث تفريغ قوس كهرابي عبر الهواء المحيط بالعازل او سطح العازل وده بيكون سببه ياما المياه ياما الرطوب جسم العازل اللي موجود قدام حضراتكم ده ممكن مع انه مادة عزلة وكده كده مش بيمرر طيار لكن ممكن مثلا في الشتاء مع المطرة لما يكون في مطرة يعني ابو الصلاة ان الجسم بتاعي يكهرب طب ازاي ده انا الدنيا تمام وزاي الفل ومعنديش مشكلة لا الجسم نفسه بتاع العموت او البرج بيكهرب على الرغم من العازل بتاعي موجود ايه السبب في كده؟ السبب ان المياه اللي مشيت على السطح بتاع العازل او على جسم العازل من برا عملت مصار للطيار الكهرابي فبدأ يمشي من خلال المياه او البلد اللي موجود على سطح العازل وبالتالي بنلاقي ان جسم الاعمدة او الابراج اللي عندنا في الشارع بدأت كهرب يمكن ناس كتيرة ما تاخدش بالها من القصة دي يقولك ان نفس العموت نفس العمود اللي هو في الايام العادية مش بيكهرب ايام الشتاء مثلا بيكهرب وممكن لقدر الناس يحصل لها حاجة اسمها سعق كهرابي يعني ممكن يؤدي الى الوفاة طيب هنا بيقول لي ايه؟ هنا بيقول لي حدوث تفريق قوص كهرابي عبر الهواء المحيط بالعازل او سطح العازل وده بيكون سببه المياه والرطوبة وده تحديدا بيحصل في فصل الشتاء مع وجود الامطار ووجود النادى والبلد اللي موجود على الجسم العازل بتحصل للمشكلة دي علشان كده دايما بنأكد ونقول يا جماعة ولادنا وهم خارجين من البيت في ايام المطرة ما تحاولش تلمس اي عمود موجود في الشارع لانه ممكن لقدر الله يكون فيه تسريب سطحي وبالتالي ممكن يؤدي الى صعق الشخص اللي يلمس هذا البرج او هذا العمود رقم اتنين حاجة اسمها التصرب الحجمي احنا نجي قلنا التصرب السطحي لان الكهرباء كانت بتمشي على سطح العازل بتاعي طيب في التصرب الحجمي بقى في التصرب الحجمي بيقول لي حدوث سفريغ قوس كهرابي عبر جسم العازل نفسه يعني الكهرباء بتمشي جوه جسم العازل شايف العازل اللي قدامك ده كده العازل نفسه بتمشي جواه الكهرباء طيب ازاي نصر؟ ده هو اصلا عازل ده بيكون السبب ان الجسم هنا فيه شرخ او فيه ثقب في جسم العزل نفسه فهو اللي بيعمل هذه المشكلة يبقى لازم افرق ما بين كلمة التصرب السطحي وما بين كلمة التصرب الحجم طيب بعد ما عرفنا الاتنين وعرفنا الفرق ما بينهم تعالوا نشوف حاجة اسمها جهد الانهيار ايه جهد الانهيار؟ المادة العزلة مهما كانت قيمتها ومهما كانت قوتها بتقدر تكون مقاومة لمرور الطيار لحد حاجة معينة لحد قيمة معينة بنسميها دايما جهد الانهيار جهد الانهيار بيقول ان هو الجهد اللي بتتحول عنده المادة العزلة الى مادة موصلة يعني انا دلوقتي بقول لحضرتك ان المادة العزلة بتاعت دي ممكن يتحول او يجي لها الوقت ويكون مادة ايه موصلة طيب الكلام ده هيحصل امتى؟ هيحصل لو هي تعرضت لجهود عالية اكبر من القيمة اللي هي اصلا كانت مصممة عالية تعالوا نشوف مع بعضينا بقى ايه هي العوامل اللي هتأثر في قيمة جهد الانهيار قال لي اول حاجة عندي الضغط الجوي رقم اتنين الخشونة بتاعت سطح الموصل تلاتة ابعاد الموصلات الكهربية يقصد يقول اللي هو القطر او طول او المسافة اللي بيمشيها الموصل بتاعي رقم اربعة جهد النال اللي هيخلي الموصل بتاعي ينهار هو اكيد مليون في المية قيمة حاجة من الاربع حاجات دول لكن دايما بنقول ان من اكتر الحاجات اللي بتخلي العازل بتاعي ينهار او بتخلي المادة العازلة تنهار هو ان تتعرض لجهود اعلى من القيم اللي هي اصلا كانت مصممة عليها علشان كده بنقول دايما اننا لما باجي اختار القطر او الموصلات والابعاد بتاعتها بنختار ارقام او بنختار قيم اعلى بنحط حاجة اسمها نسبة السماح او حدود التفاوت ودي هنا بندي لنفسنا وليكن عشر في المية زيادة المستقبلية ما تنساش حضرتك ان ممكن يحصل توسعات المستقبلية يعني الخط بتاع الكهرباء ده بدل ما هو بيغزي مثلا يعني سي ميت مشترك ممكن يوصلوا لمية وخمسين والميتين مشترك انا مش محتاج ان انا الغي المنظومة وصنعها من جديد لا انا ببقى عامل حساب الزيادات المستقبلية الحاجة التانية كمان وهي المهمة جدا هو انه ممكن يتعرض لجهود اعلى من اللي هو كان مصمم عليه يعني انا لما بجيب الكابلات بتاعتي او الاسلاك اللي انا بحطها في الخط الهوائي بتكون بتتحمل قيم معينة يعني انا عارف ان الماكسيمم بتاعي او اقصى قيمة يتحملها هنا مثلا يعني عشرة كيلو فولت مثلا تمام فالطبيعي ان انا ده احطه في دايرة مثلا جهود بتاعها مثلا تلاتة كيلو فولت في خمسة كيلو فولت لكن ما حطش في دايرة مثلا تسعة ونص عشر ليه لان وارد جدا يحصل زيادة بسبب المستهلكين او بسبب مشكلة في الشبكة وتقفر ايا كانت المشكلة اللي حصلت وبالتالي يبقى انت هنا ممكن تخلي المادة العزلة النهار وبالتالي المواصل يفقد خاصية العزلة بتاعته ويعمل مشكلة في المكان يبقى احنا هنا دلوقتي اتعلمنا مع بعضينا وعرفنا تلات حاجات عرفنا عن ايه تصرب سطحي عرفنا عن ايه تصرب حجمي وكمان عرفنا عن ايه جهد الانهيار وقلنا انهم اربع عوامل بيتوقف عليهم قيمة جهد الانهيار بتاعي نكمل كلامنا تاني ونشوف مع بعضينا حاجة جديدة الا وهي ظاهرة اسمها ظاهرة التفريغ الهالي او ظاهرة الكورونا يمكن الناس لما تسمع كلمة الكورونا تقول مالوش علاقة خالص يا جماعة احنا بنتكلم على حاجة بتحصل عندنا في الكهرباء مالهاش علاقة بالقصة اللي موجودة دلوقتي وفيروس الكورونا اللي موجود احنا بنتكلم على ظاهرة بتحصل للخط ويمكن هنا التشبيه جامل ان هي فعلا بتكون بتقزي او بتضر الخط الهوائي وبالتالي يمكن واخدى نفس المصطلح او نفس الشكل شوي الكورونا فكرتها بمنطقة البساطة ان بسبب ان المواصلات تكون قريبة من بعضيها او بسبب ان يكون الجهد قيمته اعلى من القيمة بتاعة الخط نفسه اللي احنا مصممينها عليه فيحصل بالنسبة لي القصة دي ان تحصل الظاهرة الكورونا نبدأ في الاول خالص نقول ان الكورونا بتاعتنا او الظاهرة دي بالنسبة لي مبدئيا كده لها تعريف في تعريف فقال ان هو بيقول تأين الهواء حول المواصل بسبب ارتفاع الجهد وكمان قرب المواصلات من بعضيها ده بيقدي الى ظاهرة التفريغ الهالي او ظاهرة الكورونا خلينا نقول ان هو هنا بيقول ظاهرة التفريغ الهالي تفريغ لان انا بخسر جزء من الشحنات الكهربية تمام اما بالنسبة لكلمة الهالي لان بيوجود حوالين المواصل بتاعي هالة زي دخانة كده او زي وميت او زي ضوء بيكون اللون بتاعه ايه بانفسي نبص بقى مع بعضينا بعد ما عرفنا التعريف وقلنا ان هو تأين الهواء الناس اللي مش عارف يعني ايه كلمة تأين قلنا يا جماعة لما كنا بنصنع معناعات الصواعق في الباب الاولاني كنا بنقول ان الهواء لما يتعرض لضغوط عالية جدا بيحصله تأين ويتحول من مادة عزلة الى مادة مواصلة وبالتالي ده بالضبط اللي بيحصل في ظاهرة الايه الكورونا طيب تعالوا معايا نشوف ايه الحاجات اللي هتعملها ايه ظاهرة الكورونا او اللي انا هشوفها واقول ان هنا في ظاهرة عندي في هذا الايه الخط اول مشكلة عندي او اول حاجة هلاحظها هلاقي ان فيه صوتة ازيز مسموعة فيه زنة كده كده تمام مجرد ما انا امشي من تحت الخط او معدي من جمه هسمع الزنة في الخط بتاعي فاقولي هنا ان فيه الخط ده فيه مشكلة ان هو فيه ظاهرة التفريغ الهالي او الكورونا اتنين حدوث وهج لونه بنفسي جي حول المواصل زي ما يكون كده هتلاقي نفسك زي ما يكون شايف دخانة كده او وميت وده برضو من ضمن الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها رقم 3 توليد غاز الازون في الهواء الجوي المحيط بالمواصل لو انا حبيت اختبر هلاقي ان فيه موجود غاز اسمو غاز الازون موجود حوالين المواصل اتولد بسبب هذه الظاهرة طيب ايه المشكلة ما يتولد لا ليه اضرار وهناعرفها كمان شوي اخيرا فقد في القدرة الكهربية يمكن الحاجات اللي هي زي الازيز والواهج والحاجات دي ما تأثرش علينا قوي لكن طالما لقينا ان الموضوع بقى فيه فقد في القدرة الكهربية لا لازم هنا ندخل ونقول هنا ان القدرة الكهربية بتاعتنا انا محتاج ان انا احافظ عليها وبالتالي محتاج ان انا اتخلص من هذه الظاهرة يبا احنا عرفنا الكورونا وعرفنا الحاجات اللي بتحصل لما يكون الخط في هذه الظاهرة نشوف مع بعضين بقى إزاي نقل من هذه الزهر هنبدأ في الأول خالص نقول إن أنا عندي حل من اتنين إحنا قلنا دلوقتي إن هي بتحصل بسبب إيه يا شباب قلنا إن هي بتحصل بسبب حكتين يأما إن الجهد قنقيمته عالية يأما إن حالة الموصل نفسها أو الموصلات قريبة من بعض علشان كده لو أنا عايز أتخلص منها فأنا برضو قدامي حل من اتنين يأما أزود القطر بتاع الموصل نفسه اختار الموصلات تكون كبيرة أو تكون زيادة يأما الحل التاني أزود المسافة اللي موجودة ما بين الموصلات تمام؟ يبقى الحلين بالنسبة لك متاحين شوف الأفضل بالنسبة لك تعمله إيه وبالتالي إنت هنا بتغير فيه الأبعاد بتاعة هذه الموصلات يمكن حد يقول لي طيب يا مصر معلش طيب إحنا قلنا قبل كده إن الجهد بتاعي إيهل أنا بنقل كهرباء في خط فالخط ده المفروض إن الأساس عندي قيمة الجهد اللي أنا بنقله وبالتالي ما ينفعش أنه نقوله اتنازل وإنقلي قيمة أقال لا أنا محتاج الكهرباء اللي محتاجها ينقلها وبالتالي يأدي الدور المطلوب منه بكفاء إيه بقى مميزات الكورونا أو مميزات التفريغ الهالي ده؟ أكيد كل حاجة في الدنيا زي ما لها عيوب ليها مميزات حتى الكورونا دي أو التفريغ الهالي ده ليه برضو إيه مميزات وليه عيوب نبص الأول على أول حاجة في المميزات بيقول لي تقليل الإجهادات الكاهروستاتيكية ما بين المواصلات الإجهادات دي إحنا جبنا سريطها بلكده لحضراتكم متذكرين لما كنا بنتكلم على قصة اللي هي قصة أبراج تغيير الأوجو فكنا بنقول يا شباب إحنا بمنطقة البساطة بنحط الأبراج بتاعتنا اللي هي أبراج تغيير الأوجو مسافة ما بينها وما بين البرج الثاني ثلاثة كيلو متر عشان نقلم من هذه الإجهادات طيب ماشي عرفناها افتكرناها يا مصر معاك رقم اثنين تقليل تأثير الجهود والطيارات العابرة اللي بتتوالد بسبب الزيادات المفاجئة إحنا قلنا قبل كده إن الكهرباء بتتقسم أو بيقسموها إلى أوقات زروة زي مثلا كده من قبل المغرب بشوية لحد مثلا ساعة واحدة أو اثنين بالليل في الوقت ده بيكون أكتر وقت في استهلاك لقمت الكهرباء شبكة الكهرباء بتطلع أو بتنتي الكمية كبيرة جدا في هذا التوقيت عكسه مثلا من الفجر مثلا كده لحد الساعة تسعة عشر صبح ده بالنسبة لهم بيكون إيه؟ الاستهلاك بيكون قليل جدا إن طبعا حضراتكم عارفين ما فيش أي حاجة ممكن يكون البيت كله بيشتغل على آآ لمبة واحدة بس وبالتالي ما فيش بقى حاجات اللي شغالة لأجهزة ما فيش مصانع شغالة وبالتالي القيمة هنا بتكون ايه؟ بتكون أقل علشان كده هنا بيبقى عندي قيم بتتغير من وقت اللي التاني وده ممكن يقصر على الخط بتاعي ويقصر إزاي؟ هيتولد طيارات أو مجالات عندي موجودة حوالين الموصل ممكن تعمل لي المشكلة اللي موجودة قدام حضراتكم طيب رخم ثلاثة إيه مستر هنبص على العيوب يبقى احنا عرفنا بتقدي لإيه؟ عرفنا المميزات هنبص مع بعضين على العيوب أول عيب عندي بيقول لي إن هي بتقلل من كفاءة النبلة إزاي الظاهرة دي بتقلل من كفاءة النبلة؟ لما يكون الخط بتاعك مثلا بيدخلوا عشرة كيلو فولت بينقلهم من مكان لمكان وبسبب هذه الظاهرة ممكن تيجي تلاقي إن الخط بتاعك مثلا القيمة اللي اتنقلت سبعة كيلو فولت طبعا أنا بالنسبة لي خسرت تلاتة كيلو يعني تلات تلاف فولت أنا خسرتهم بسبب هذه الظاهرة طيب إيه السبب؟ هي بتعمل عملية بتفريخ عامل زي ما صرت المياه كده اللي مخرومة اللي عملت نقط وبتشره مياه فأنا بخسر كيمة القاربة بتاعتي علشان كده قلت بسبب هذه المشكلة لازم أتخلص من هذه الظاهرة طيب رقم اتنين رقم اتنين بيقول لي آآ تأكل في الموصلات نتيجة تولد غاز الأزون احنا قلنا إن الغاز الأزون ده بيتولد يبقى موجود حوالين الموصل بتاعي وبالتالي هنا بيقول لي لازم نراعي النقطة دي كويس جدا علشان خاطر آآ الغاز ممكن يأكل الجسم آآ بتاع الموصل وبعد فترة زمنية يتعرض للقطع طيب رقم ثلاثة بيسبب تداخل آآ مع موجات الراديو والاتصالات آآ المجاورة ويمكن هنا في ناس آآ ممكن آآ نقول هنا في النقطة دي تحديدا أصلا إن انت ممكن كمهندس كهرباء مسؤول على عملية الصيانة في الخط ده ممكن بدل ما تقول ده أنا همشي وهكشف الزاعة الخط على مسافات كبيرة يوصل مئات الكيلومترات الموضوع بسيط جدا لو حضرتك ركبت العربية بتاعتك وفيها راديو هتشغل الراديو بتاعك مجرد ما تمر تحت الخط والخط فيه كورونا هيبدأ يعمل تشويش على الموجة بتاع آآ الراديو بتاعك وبالتالي حضرك هتعرف إن هنا هذه الظاهرة موجودة تبدأ بقى تتعامل بأحد الخيارين زي ما قلتلك إما تباعد الموصلات عن بعضيها إما تزود القطر بتاع آآ الموصل بتاعك طيب بعد معرتنا المميزات والعيوب تعالوا معايا نخش على العوامل اللي بتتحكم في هذه الظاهرة يعني أنا ممكن أقللها لو ما قدرتش إن أنا أتخلص منها آآ خالص أنا ممكن أنا أقلل هذه آآ الخيمة أول حاجة بيقول لي الهواء الجوي آآ الهواء اللي موجود هل الهواء نظيف ولا الهواء ده ملوس ممكن يكون الهواء بتاعي مثلا آآ في منطقة صناعية فيها مصانع وبطلع غازات وأدخنة وأبخبة وبالتالي الهواء هنا ملوس فالمواد دي بتأثر على آآ الخاط بتاعي وبتكون سبب في إن الظاهرة بتاعدز اتنين حالة الموصل الكهربي الموصل بتاعي الجديد تسلك كويس وعمره الافتراضي تمام ولا هو أديله مثلا آآ عشرين سنة والشمس كاليته وخلاص بقى بقى متهالك فبقى سبب أدعى كل ما كان الموصل حالته جيدة كل ما كان ده بيقلل من آآ الكورونا رقم ثلاثة جهد الخط قيمة بتاعت الجهد بتاعتك ولو إن أنا دايما بقول إن مش في يدي إن أنا أغير الجهد بتاعي لإن أنا المفروض إن أنا أعمل الخط عشان قيمة معينة فالمفروض إن أنا أعدل في العامل الأخرى على أساس إن أنا أنقل نفس القيمة من غير مقصر منها شيء أو من جير ما يكون فيها خسائي أخيرا المسافة اللي ما بين الموصلات عندنا وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده يا شباب إن المسافة اللي بين الموصلات كل ما كانوا هيبعدوا عن بعضيهم كل ما ده كان بيقلل من آآ الظهر يبقى آآ الأربع نوعات دول مهمين جدا ناخد بنا منهم آآ المكان يكون نظيف يعني الهوى نفسه يكون نظيف ولو إنت عندك أي ملوثات المفروض تتدخل آآ وتحاول تمنع الملوثات دي يعني دلوقته بقى بيكبروا الأمن الصناعي بقى بيكبر المصنع إنه يركب آآ فلاتر على الحاجات اللي بتخرج من آآ المصانع على أساس يبدأ يقلل أو يمنع أو يحجز آآ الملوثات اللي موجودة في الهوى الجوي زي مصانع الإسمنت آآ زي مصانع المواد الغزائية المختلفة في حاجات كتير جدا بيكون في هذه الظهر آآ كمان قلنا حالة الموصل وقلنا جهد آآ الخط بتاعي وأخيرا قلنا المسافة اللي ما بين الموصلات يمكن أسهلهم مش هيكلفني هي المسافة إن أنا هزود عوازل وبالتالي هبعد الموصلات عن بعضيها وده هيسمح لي إن أنا أقدر أقوم بهذا الدور من غير أي مشاكل يبقى إحنا دلوقتي بنتكلم على ظاهرة بتقابلنا في الخطوط الهوائية هتعمل لنا شوية مشاكل فلازم نعرف إزاي نتعامل معها بالرغم من إن هي ليها مزايا لكن عيوبها بتخليني إن أنا أقول لا معلش أنا مش هكمل أنا مضطر إن أنا إيه أن أنا أتخلص من ظاهرة الكورونا أو على الأقل أبدأ أقلل منها وإحنا قلنا أربع عوامل الأربع عوامل اللي هما الهواء يمكن ده مش في إيدك أكتر أنت كمهندس كهرباء مسؤول في الشركة مش في إيدك إن أنت تنظف الهواء اللي موجود أو تمنع المصانع إن هي تخرج ملوسات قلنا إيه كمان حالة الموصل يعني أنا محتاج الموصل يكون جديد لكن هفترض إن الموصل عندي قديم هكلف الشبكة بتاعة الكوروبة بتاعتي مثلا كام ألف متر سلكة علشان أغيره كل شوية أكيد حاجة مش منطقية فيبقى دايما الأسهل نختار مين إن إحنا نبعد الموصلات عن بعضيها لأن المسافة من ضمن العامل اللي بتأثر في هذا الأمر نرجع مع بعضنا تاني بعد ما تكلمنا على الكورونا نتكلم على حاجة اسمها السيانة الدورية يمكن في السيانة الدورية بنقول إن الفكرة بمنطقة البساطة إن إحنا خلاص خلصنا الخط الهوائي انتهينا منه وعرفنا كل تفصيل أصغيرة نبدأ بقى نقول إن الخط خلاص اتركب وحددنا المصار بتاعه ومحتاجين إن إحنا نكلف ناس اللي هو فريق السيانة اللي عندنا في الشبكة بعملية السيانة فريق السيانة بتاعي المفروض أو الهدف منه إن هو مفروض إنه بيعمل سيانة دورية للخط بتاعي هنشوف مع بعضينا إن الفريق ده بيكون الدور الأساسي بتاعه إن هو يقوم بعملية السيانة عشان كده هيبص على شوية حاجات زي درجة التلوث اللي موجودة في المنطقة اللي عندي كمان الجدول الزمني أنا ببقى حاطة زمن معين يعني بفتش عليه كل زمن معين مثلاً ثلاث شهور ستة شهور سنة على حسب ما أنا بقرر طيب هنروح نبص على إيه بيقول لي حسي يتم نظافة العازل العازل بتاعتك لازم تنظفها كويس جداً ولو عليها أي ملوسات تتخلص منها علشان خاطر ما يعملناش مين أيوة برضو عليكم ما يعملش التصرب الحجمي أو التصرب السطح اللي احنا كنا بنتكلم عنه كمان بيقول لي مراجعة الوصلات إن ممكن الوصلة مع الوقت تبدأ تتاكل أو تلاقيها فقرة جزء من عزلها أو من خاصيتها كمان التأكد من عدم فك توصيلة الأرض اللي في جسم البرج يبقى الناس بتوع السيانة دول اللي احنا كنا بنتكلم عنهم يا شباب ناس بيبقى طالعين بشكل معين بمعدات ومهمات معينة محتاجين إن احنا نتعامل معاهم ونشوف الناس دي هتشتغل إزاي لازم يكون جاهز أو مجهز بالمعدات الكاملة اللي يتخليه يقوم بعملية السيانة وفي نفس الوقت إن أنا أوفر له الحماية الكاملة طيب نسأل سؤال بس بسيط خالص هل القصة هنا دلوقتي مبنية على إن أنا عندي يعني لازم يحصل عندي مشكلة أو لازم أن يحصل عندي عطل عشان أقوم بعملية السيانة قال لي لا مش شرط بمعنى إيه؟ بمعنى إن حضرتك مثلا على سبيل المثال دلوقتي هتقول لي إن الخط بتاعك حصل فيه مشكلة تمام؟ أوكي تمام ما فيش مشكلة خالص طيب عملنا فريق السيانة راح خد العربية بتاعت الشبكة بتاعت الكهربة وراح عمل المشكلة دي إحنا هنعمل بقى السيانة دورية غير الأعطال خالص إحنا هنعمل سيانة بناء على إيه يا شباب بناء على إن إحنا عاملين جدول زمني علشان نفتش ونراجع على الحاجات دي لكن فريق السيانة ده اللي هتحرك مش هتحرك من طلقاء نفسه لا هيكون في حاجات آآ أو آآ نقاط هنرعيها مع بعضينا زي مثلا على سبيل المثال إن لازم يكون عندي آآ مهندس آآ أو فني متخصص يعني ما ينفعش نبعث اتنين عمالة ولهم روحوا اشتغلوا ولما تخلصوا تعالوا لي ده ما ينفعش أصلا لإن المفروض إن يكون في حد آآ فاهم في هذا الأمر ومتمكن فيه يعني ما يقلش عن درجة فني بالنسبة لعملية السيانة هنشوف دلوقتي مع بعضينا إزاي آآ لتعامل مع الاحتياطات أو الحاجات اللي احنا المفروض نوفرها قلنا أول حاجة لازم يكون معايا فني أو مهندس متخصص في هذا المجال ده بيبقى آآ رئيس الفريق بيبقى هو المسئول مسئولية كاملة عن عملية السيانة وكمان عن المعدات وعن آآ العمال والأفراد اللي بيشتغلوا معايا الإدارة هنا فكرتها إن ده هيكون يقدر يكون همزة الوصلة ما بين الناس اللي تشتغل وما بين مركز التحكم اللي هو بيوصل ويفصل الكهربة بتاعتي أنا هشتغل على خط هوائي على جهود ممكن تكون الجهود دي جهود عالية جدا أرقام كبيرة جدا وبالتالي لازم أن أوفر لنفس الحماية اتنين فصل الخط المطلوب سيانته هو وضع الأرض عليه من الجهتين الأرض ده بالنسبة لي حاجة من الحاجات المهمة جدا لازم أن رأيها واخد بالي منها علشان كده بيقولي لما يجي أشتغل هنا لازم أقارض الخط بتاعي يعني أدي له أرضي من الناحيتين علشان ما يكونش فيه أي طيار موجود أو أي تسريب موجود يعمل لي مشكلة عندي في الخط بتاعي وتحصل كرسة في المكان طيب رقم ثلاثة إيه التأكد من خلوة الخط من الطيار يا مستر ما احنا قلنا من شوية أن الخط ما فهوش وانت فصلت الخط معلش لازم برضو أؤمن نفسي معي بنسية الأمبير وحطها حوالين الخط بتاعي وقوله الدنيا كده تمام ما عنديش مشكلة وبالتالي أتعامل عادي جدا وأحل المشكلة بتاعتي بعد كده بيقول لي ارتداء جميع العمال الملابس الواقع يا جماعة في لبس معين لنا أو للناس بتوع المجال الكهرباء بيكون مصنع من مواد عزلة يعني الجوانتي السيفتي البدلة نفسها أو بيسموها العفريتة النضارة الخوزة دي أصلا مواد كلها بيكون مواد عزلة للطيار الكهرباء إذا ربما حصل لأي سبب من الأسباب إن العامل أو الفني بتاعي لمس فهنا أنا بوفر الحماية باللبس بتاعي عشان لو في أي طيار ما يقصرش وما يقزيش العامل بتاعي نكمل تاني برضو على الاحتياطات هنقول وجود سيارة مزودة بتليفون للاتصال الدايم بمركز التحكم يا جماعة ما تنسوش إن الناس دي هم اللي بيوصلوا يفصلوا الطيار وبالتالي أنا محتاج إن أنا يكون عندي المهندس اللي هو همزة الوصل ما بيننا وما بين المركز ده هو اللي يقدر يتحكم والسيارة بتاعتي فيها التليفون اللي يكون فيه تواصل مباشر ما بيننا وما بينهم بحيث إنه هم بيفصلوا ويوصلوا وقت ما احنا عايزين علشان ما تحصلش مشكلة عندي في المكان بتاعي رقم 6 وجود جهاز تكبير صوت لتنبيه عند حدوث الخطر لما بتحصل مشكلة عندي في المكان أنا محتاج إن أنا ننبه العمال ما تنساش إن العمال بتوعك موجودين فوق البرج على ارتفاع عالي جداً ممكن يوصل لـ 100 و 200 متر وبالتالي محتاج إنك توصل لهم صوتك فبيكون معاك ميكروفون أو منابه صوت علشان يقول يا جماعة في خطر معين ينبههم وينزلوا بسرعة ويسيبوا الخط الهوائي بتاعي علشان يشوفوا المشكلة فين طيب رقم 7 إيه بقى؟ إحنا خلاص انتهينا من عملية السيارة بعد ما خلصنا نرجع بقى نعد العمال بتوعنا برة تانية أتأكد أنا كنت معايا خمس عمال أتأكد إن الخمس عمال بتوعي موجودين في السيارة بتاع الشغل بتاعتي بحيث إن أنا ما ينفعش إن أنا أدي أمر بتشغيل الخط الهوائي وأنا عندي عامل من العمال موجود عند البرج أو موجود في البرج لسه بيعمل حاجة لازم لازم وبأكد عليها دايما لازم تتأكد من عدد العمال اللي معاك وإن هما كلهم موجودين بعيدة عن البرج اللي انت هتوصله الطيار مرة تانية بعد كده بيقول لي قيام المهندس المختص بإبلاغ مركز التحكم إن الخط جاهز لعادة الطيار يعني أنا كمهندس خلاص خلصت الشغل بتاعي والفنيين قاموا بالمطلوب وصلاحوا العراض اللي احنا كنا بنتكلم عنه المفروض بقى إن احنا هنا إيه إن احنا نبلغ مركز التحكم آآ اللي هو بيفصل ويوصل الطيار للخط البداعي نقول لهم خلاص احنا جاهزين ابدأوا آآ رجعوا الطيار مرة تانية ويمكن النقطة دي حضرات لما تحصل بتحصل دايما وإحنا موجودين يعني وأنا موجود في المكان بحيث إن حضرتك لو في مشكلة لسه موجودة في الخط انت بتتدخل وتبدأ تحل هذه المشكلة تعالوا معايا بقى نشوف فريق السيارة دالة هيروح هيروح يشتغل إزاي نبدأ في الأول خالص نقول إن الناس دي اللي هي فريق السيارة كان فيهم مهندس معاهم فني معاهم سيارة العربية اللي بتاعت الشغل فيها تليفون وفيها كمان ميكروفون علشان لو في خطر يبقى موجود يبدأ يتعامل معاهم طب الناس دي بتروح تشتغل بتعمل إيه؟ هتبص على بعض الحاجات في الخط الهواء زي إيه؟ أولا وجود الردم حول القاعدة الخرصانية للأبروك يعني إيه الردم ده؟ المفروض إن أنا بصب قاعدة خرصانة للبرج بتاعي فالبرج ده لما إيه جاء أشتغل عليه لازم إن أنا أتأكد إن الخرصانة بتاعتي موجود اتنين عدم وجود شروخ بالقواعد الخرصانية إيه ده؟ هي ممكن تتشرخ؟ أو مع الوقت بيحصل فيها كسر أو شرخ وده معناه إن ممكن الرجل بتاعت البرج تطلع من مكانها وبالتالي ممكن إن البرج يميل أو حتى يفصل من مكانه ويعمل لي مشكلة في المكان رقم ثلاثة وجود توصيلة الأرض بجسم البرج بتاعي وبرضو دي من النوات المهمة جداً اللي إحنا عايزين نرايها أربعة وجود منعات التسلق ولوحات التهزير وأرقام الأبراج الحاجات اللي إحنا بريد ركبها علشان خاطر نحمي الخط ونحمي كمان الناس لازم أتأكد إن هي كلها موجودة مفيش حاجة فيهم غايبة من المكان علشان خاطر أقدر وفر الحماية للخط الهوائي وكمان للأشخاص اللي موجودين حوالي رقم خمسة ملاحظة أي عيوب بالهيكل الحديدي والتنبيه عنها فوراً الجسم نفسه بتاع البرج ممكن يكون فيه مشكلة فيه كسرة أو فيه خوصة معهوجة أو مكسورة وبالتالي ببلغ الناس بتوع اللحام الناس اللحامين يجيبوا المعدات ويحلوا المشكلة دي بس الناش لما البرج بتاعي يقع وأبدأ أقول المشكلة اتحلت في بعض نقاط تانية زي مثلاً إني أتأكد من عدم وجود أي قطع في الأسلاك المجدولة سلك نفسه محتاجة بوصة عليه وأتأكد إن هو سليم سلك المجدول ده لواشه عيرات بيبقى مثلاً ثلاث موصلات مع بعض الملفوفين كده زي الضفيرة أنا بقى بتأكد إن هي سليمة إن الثلاث موصلات دول سلام ممكن يكون فيه مثلاً واحد مقطوع أو اتنين مقطوعين وواحد سليم فيبالك إن السلك سليم لأ إنت شفت الكلام ده اتدخل بعد إذنك وحل المشكلة ما تستناش لما المواصل تقطع نهائي وتحصل فصل للطيار الكهرابي عن المسالكين رقم سبعة التأكد من سلامة واستمرارية سلك الأرضي بأعلى البرج لازم تتأكد دايماً إن السلك الأرضي ده موجود ويمكن الناس اللي كانوا بيتكلموا في قصة الصواعق ومنعة الصواعق لو أنتوا حضراتكم كنتوا فاكرين كنا بنقول هنا يا جماعة الخاصة بمنتهى البساطة إن عشان أحمل البرج ده بركب أعلى المواصل كده خالص أعلى حاجة خالص حاجة اسمها المواصل الأرضي وده كنا بنصنعوا منين فاكرين أيوة برافو عليكم من الصلب المجالفة كان المواصل ده محطوط علشان يمتص الصواعق لإيه الهبطة فأنا برضو أتأكد إن هو المواصل بتاعي موجود علشان أحلل المشكلة دي بنفسي وأتعامل معه كمان بيقول لي عدم وجود أي شلوخ في العوازل جسم العازل نفسه سليم ما فيهوش شرخ أو ما فيهوش كاسر والنقطة الأخيرة بقى قياسة وزيع الجهد على العازلات والخط لجماعة الخط بتاعي ده لقيمة معينة وأنا عارفها فالمفروض إن أنا بابدأ إيس هذه القيمة علشان لو في مشكلة أبدأ بسرعة أتدخل وحل هذه المشكلة احنا هنا دلوقتي فريق الصيانة اتدخل وحل المشكلة بتاعتنا جهزنا فريق صيانة ودي حاجة مهمة جدا بالمعدات اللازمة سواء المعدات دي كانت زي السيارة أو زي الميكروفون أو التليفون عشان فيه بقى ربط ما بينهم وبين مركز التحكم أو سواء كانت المعدات نفسها بتمثل الأدوات اللي بيشتغلوا بيها زي بنسة الأمبير عشان يتأكد دايما قبل ما يلمس الخط إن الخط لا يوجد به طيار أو المعدات نفسها والوقاية مهمات الوقاية بتاعت العمال والمهندسين اللي هي الخوزة السيفتي النضارة البدلة نفسها أو العفريتة نفسها وقلنا وأكدنا إن إحنا لنا لبس خاص بينا كأناس بتشتغل في مجال الكهرباء المواد نفسها بتكون مصنعة من مواد عزلة للطيار الكهرابي وطبعا كل ما كانت قيمة الجهد اللي انت بتشتغل عليه قيمة كبيرة كل ما كان دا سبب أدعى إن حضرتك تعمل إيه تختار مواصفات أعلى للملابس اللي انت بتاعتها ديه الجوانتي نفسه أنا ممكن أمسكه والسلك بيمر فيه طيار مع ذلك أنا مش بتكهرب طب ليه لإن بمنطقة البساطة الجوانتي نفسه مصنع من مادة عزلة للطيار الكهرب فريق الصيانة راح أدى المطلوب منه وبدأ يكشف على شوية حاجات لاجع جسم البرج القواعد الخرصانية الموصلات العوازل اتأكد من كل حاجة موجودة في مكانها زي مناعات التسلق ومناعات التحذير الحاجات العلمات اللي أنا بحطها على جسم البرج زي لوحات الترقيم لو فيه داتا أو بيانات هسجلها على جسم البرج يعني مثلا أنا هقوله النهاردة إن النهاردة التفتيش بتاع النهاردة ده مثلا بتاريخ مثلا كذا يبقى أنا سجلت التاريخ بحيث أن الناس اللي يجي يشتغلوا بعدي أو أنا لو جيت اشتغلت على البرج ده أبقى فاهم كانت آخر صيانة إمتى ده يكون كله بالنسبة لي مسجل معي نروح بقى مع بعضينا نبص على الخطوط الهوائية مميزاتها هتقول لي هنا مميزاتها إزاي مصر هقولك إن أنا غصبا عني لازم أتقارن ما بين الخط الهوائي وما بين الكابلات الأرضية اللي احنا هناخدها في الباب التالي تمام؟ فدايما هتلاقي إن الاتنين عكس بعضيهم يعني الميزة في الخط الهوائي هي عيب في الكابلات والعكس صحيح طيب نبدأ بالمزايا بتاع الخطوط الهوائية بيقول لي أول ميزة انخفاض تكاليف الإنشاء والصيان حد ييجي يقول لي يا مصر آآ انخفاض إيه دا احنا بنصرف رقم وقدره احنا بنجيب أبراج ونزرعها في الأرض ونعمل صبة خرصانية وبعد كده نجيب عواز نثبتها على الخط ده وبعد كده نيجي جايبين الأسلاك ونشدها موضوع مكلف جدا أنا مقصودش كده وما بحسبهاش بالشكل ده أنا بحسبها لو أنا هنقل الكهربا دي آآ لنفس المسافة مسلا بس بدل ما هي بالخطوط بالكابلات هتلاقي ان هي بالنسبة للكابلات هي أرخص بكتير أرخص بكتير طيب رقم اتنين رقم اتنين بيقول لي سهولة تحديد مكان العطل برضو أنا بالنسبة لي آآ أي حد أي شخص عادي جدا هيقدر يقول لي ان أنا عندي عطل أو قطع في المكان الفلاني وانت ماشي في الشارع تفل صغير يقدر يقول لك ان السلك بتاع الكربا مقضوع مرمي على اول الشارع خلاص مش محتاجة فني أو آآ حد عنده مهارة آآ أو حرفة هيقدر يقول ان هنا في ايه ان هنا في مشكلة ده عكس اللي كان بيحصل مسلا آآ سي لما كنا بنتكلم في الكابلات ان شاء الله لناخدها في الباب التالت كابل ما تكون في بطن الارض فلو في قطع هعرفه ازاي هيوصل لي ازاي مش هعرف او مش هقدر يوصل لي هذا الايه هذا آآ الامر او تتحل هذه المشكلة بعد كده كمان بيقول لي لا تعطي الحركة المرور عند الاصلاح آآ او الانشاء آآ بالنسبة لي انا وانا شغال الكابلات الارضية وانا ماشي في الشارع مضطر ان انا احفر عشان ازرع الكابل بتاعي الكابل اللي انا هزرعه ده في باطن الارض ده هحفر لخفرة فممكن اوقف في الطريق لكن في الخطوط الاهوائية انا بزرع عمود بعدها بمسافة بزرع عمود تاني وابدأ اشد ما بينهم الاسلاك الايه الاسلاك بتاعتي وبالتالي يبقى انا هنا وفارت الحماية بتاعتي للخط بتاعي تمام يبقى هنا عندي كمان ميزة ان انا لو هقارنها بالكابلات لا هي بالنسبة لي الطريق مفيش مشكلة خالص والدنيا ماشي كويسة جدا وما حصلش اي اه تعطيل لحركة اه المرور نروح مع بعضين نشوف اه بالنسبة لي العيوب هبدأ دايما باول عيب بالنسبة لي ان هي بتشوه منظر المدينة عشان ان الكهراءة في المدينة يا جماعة فانتوا لازم تكونوا عارفين ان الشكل يبقى عامل ازاي? يبقى عامل زي شبكة العنكبوت اسلاك طلع ونزل اكترة جدا علشان عندي اه عكس الارياف. في الارياف مسلا تلاقي البيت مسلا دور اتنين تلاتة وبالتالي هنا الاستلاك بيكون محدود. لكن مسلا في المدينة بيكون الابراج او او العمرات ارتفاعها عالي جدا بتوصل ممكن تلاقي عشرة وعشرين وتلاتين ومية دور كمان وبالتالي بيستهلك الكهرباء بكمية كبيرة جدا. فازاي ان اللهم الخط بتاعي او ان اللهم الكرار في الخط الهوائي مش هينفع طبعا لان انا هنا محتاج ايه? اسلاك كبيرة عشان تقدر اه تنقل وتغذي كل المسالكين اللي موجودنا عندي دول. علشان كده هنا بالنسبة لي ان هي اول حاجة لو انا هحطها في المدينة مش هتنفع. يعني لو انا بصيت ان هي في التكاليف قليلة فحطها في المدينة. لا الكلام ده مرفوض ما ينفعش معنا. ليه مصر? لان هي هنا اتشوه المنظر بتاع المدينة بتاعتي. اتنين. رقم اتنين بيقول لي لا تتوفر فيها عامل الامان بالنسبة للاشخاص. مش بس الناس اللي بيشتغلوا في المجال. يعني مش بس اللي هيتكهرب عندي الفني او العامل اللي بيشتغل. لا ده هو ممكن السلك نفسه لما يتقطع يقع في الارض اه حد يلمسه او طفل اللي بيلعب في الشارع يلمسه يجي يتكهرب منه. وبالتالي هنا مفيش امان خالص بالنسبة لي عندي. عكس الكابلات الارضية اللي اصلا مدفونة في بطن الارض مفيش حد بيقدر يوصلها او يتعامل معها غير الناس الفنيين او آآ المختصين. يبقى هنا برضو دي مشكلة من ضمن المشكلات الكبيرة اللي ممكن آآ تقابني لو انا يهمني عوامل الامان بالنسبة لي لا ايبقى خلي بالك مش هتلاقي الكلام ده موجود معك. نقطة كمان. حدوث اخطار عند حوادث القطع او حوادث آآ آآ تحصل فيها. الخط يحصل له مشكلة. يحصل فيه آآ قاطع في الخط الهوائي. يحصل آآ العمود نفسه مسلا حاجة تدخل فيه معرض لكل القصص دي كلها. طيب في الوقت ده حصلت الحادثة. السلك القطع ينزل فين? هينزل على الارض. وبالتالي لو نزل على حاجة معدنية هيكهربها وممكن يعمل آآ يؤدي الى وفاة آآ الاشخاص. عندي كمان رقم اربعة. ان الهنا بيتعرض للعامل الجوية المختلفة. ما تنساش حضرتك ان انت عندك آآ بخار مية. عندك امطار ورياح وسلوك. الكلام ده بيأثر على الخط الهوائي. الكلام ده ما بيحصلش بالنسبة لآآ الكابلات لان الكابلات اصلا مطفونة في بطن الارض. وبالتالي كل ده مش هيوصل لها. رقم خمسة بتعوق اعمال الحريق او الانقاذ او تعديل المباني او الاضافة اليها. برضو نقطة مهمة جدا لازم نرعيها واحنا شغالين. ان كل دي حاجات او نقطة هنبص عليها آآ كويس جدا. لا يمكن نقطة رقم ستة. لا يمكن نقل القوى الكهربية عبر البحار او المحيطات. ازاي حضرتك هتمد الخط الهوائي وتنقله من بلد لبلد وتعدي مسلا على نهر او على بحر. ازاي? هتزرع العمود ده ازاي في البحر او في النهر اللي ماشي عندك? حاجة صعبة جدا. لكن احنا في الكابلات نقدر نعمل الكلام ده بسهولة. بنصنع الكابلة بيكون مصنع بمواصفات معينة. وبنمده في بطن البحر وبيعدي مسافات كبيرة جدا. وبالتالي اقدر نقل به ايه? الكهرب. يبقى انا هنا عندي مميزات وعيوب. انا بقولك المميزات والعيوب وانت بتقرر او بتختار الحاجة اللي انت آآ كنت عايزها او كنت محتاجة. احنا كده آآ انتهينا من آآ الباب التاني. لكن في شوية اسئلة كانوا في الكتاب المدرسي او في الامتحانات آآ طلبة زميركم سأولوني عليهم. فهنجاوبهم مع بعضينا دلوقتي. هنبدأ نبص على آآ سؤال كده كان جاي اكمل فيه سنة من السنوات. في السؤال ده بيقول لهم ايه? كان بيقول لهم آآ بتنقل القدرة الكهربية من محطات التوليد الى اماكن آآ استهلاكها بواسطة كان بيقول لهم بواسطة نقط او نقط انا هنا بقول له بواسطة ايه? اسلاك نحاسية او آآ 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 طيب ايه كمان? وبتكون محمولة في الهوى على قوائم منين نقط او نقط بقول له انا من الخشب او من الاسمنت او ابراج من الايه? من الصلب. آآ هنا بيسألك على نوع المادة اللي انت بتصنع منها الايه? الاعمدة. بيسميها ايه بقى? ويتسمى نقط بقى انا بقول له بتسميها خطوط النقل الهوى. يبقى ممكن هنا يجي لي سؤال زي كده على هيئة اكمل ويبدأ يسحب مني بعض الكلمات ويبدأ يقول لي آآ جاوب على هذا السؤال. ده كان من ضمن الاسئلة اللي كانت آآ اتعرضت علي. احنا قلنا قبل كده يا جماعة بعد ما ننتهي من الفيديو عندك سؤال. حطه في تعليق على الفيديو بحيس ان آآ آآ نقدر نجاب عليه مع بعضي. في حاجات كده ممكن تيجي على هيئة علل. يعني مسلا يجي يقول لي ايه? علل. يجيب ضبط مقدار الترخيم عند تركيب الموصلات الخطوط النقل الهوائية. انا ليه بعمل ترخيم? وبعمل عملية حسابية وبعد احاسب نفسي بالآ بالخمسة وبالعشرة. ليه? ايه اللي انا باستفاده من كده? انا بقول له هنا في الحالة دي حتى لا يتعدى آآ الشد في الموصل القيمة المسموح بيها وإلا ها انقطع السلك نتيجة الشد ازاي? السلك ممكن يتقطع لو انا شديته آآ بقيمة اعلى من اللي هو يقدر يتحملها. ولو برضو سيبته كمان مرتخي هتبص تلاقي ممكن مع حركة الرياح السلك بتاعي يتقطع ويفصل من مكان. يبقى احنا بنعمل الترخيم بقيمة معينة. بناء على المواصفات بتاعة الخط بتاعي اللي هو الخط الهوائي. سؤال كمان. عندما يمر الخط الهوائي آآ في منطقة ملوسة بينخفض مستوى العزل. ليه بقى? ها دي من النقطة المهمة جدا. انا بقول له بسبب الرواسب الكيموية والغبار والرطوبة. الرطوبة جات لك من ين? يما هيكون بلل يعني مطرة يعني. يما من قطرات الندى اللي بتبقى نازل الصبح ده. كل دي حاجات بتأثر على مين? على العازل. تمام? على اسطح العوازل. كل ذلك بيسبب حدوث تفريغ قوز كهرابي. وعلى فكرة بيسميه حاجة اسمها قفزة الواميد او بيسميها التصرب آآ الصطح. يبقى نخلي بالنا كويس جدا ان التصرب الصطحي ليه كم تعريف او ليه كم اسم مسمى مسميين. ممكن يقول التصرب الصطحي وممكن يسميه قفزة الواميد. اللي اتنين بالنسبة لي بيكون ليهم التعريف اللي احنا اتكلمنا عنه. سؤال كمان. وضع الاعمدة الخشبية في قاعدة خرصانية معدة لها وعدم وضعها في ارض رخوة. يعني بالبلد كده ليه مش بازرع الخط الهوائي اللي هو مصنوع من الخشب ده في الطين على طول كده مباشرة او في الارضة على طول. ليه? لا ده لازم نسبله خرصانة وحطه فيها. بقوله انا لان ذلك بيعجل بفنائها وكذلك عدم ايه ثبتها. تم تخيل يعني ايه تثبت مسلا ايه عمود خشب مسلا كده او خشب كبيرة كده تثبتها في الارض في الطينة. اكيد مش هتكون سبتها كويس. وممكن ايه تتحرك من مكانها. واللي اهم من كده كمان ان المية والرطوبة هتاكل الجسم نفسه بتاع الخشب ايتأثر بها وبالتالي الخشب بتاعي هيبوز. نخش بقى هنا دلوقتي على مسألة من ضمن المسائل اللي موجودة عندنا او اللي سألتها. وهنا في المسألة بتاعتنا بنقول الفكرة بتاعتها هنا عاملة ازاي? انا هتديك الفكرة بس. وحضرتك اه تشتغل عليها وتقول لي عليها. المسائل دي اه موجودة في الكتاب المدرسي اه في اه ختام الباب التاني. اربع او خمس انواع من المسائل مختلفة بافكار مختلفة. اه نحل لهم. عندنا مشكلة نبدأ نزلهم في كومنتات على اليوتيوب. على قناتنا قناة مصر للتعليم الفني. احنا بكده انتهينا النهاردة وختمنا الباب اه التاني. الخطوط الهوائية. نتقابل المرة الجاية ان شاء الله في باب جديد اسمه الكابلات الارضية. نشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.